بقبضة أشد مما كان في الفترة السابقة يمسك حزب الدعوة بزمام العملية السياسية مجدداً عن طريق حكومة محمد شيع السوداني التي لا تختلف سوءاً عن سابقاتها إلا أنها أعادت حزب الدعوة بشكل علني نابشة في ذاكرة العراقيين جروحاً ما زالت تنزف منذ عهد إبراهيم الجعفري مروراً بالمالكي حتى الوصول إلى السوداني هل حكومة جديدة بشكلها العام؟ تبعت نهج المحاصصة الطائفية المعتادة ما تسمى بالمناصب السيادية للأحزاب النافذة ومنهم على الهامش يرضون بما قسم لهم ليباركوا حكومة حزب طالما نكل بأهلهم وسكان محافظاتهم بالقتل والتهجير والخطف والتغييب القسري حتى أصبح مجرد ذكر حزب الدعوة رمزاً للفساد والطائفية والخرب وما إن وضع حزب الدعوة قدمه في السلطة بشكل علني أيام إبراهيم الجعفري حتى شهد العراق أشد موجة عنف طائفي في عصره الحديث حيث أصبح القتل على الهوية عنوان تلك المرحلة ووجدت الميليشيات بيئة خصبة لتتراعرع في ظل الخطاب الطائفي الذي يغديه قادة حزب الدعوة بكل وضوح دون الاعتبار لما يخلفه هذا الخطاب من شرخ مجتمعي كبير يجر الويلات على البلاد كما يشهد الحاضر وفي عهد نوري المالكي أصبح النهج الطائفي عنواناً لكل مؤسسات الدولة وبدأ الانهيار السياسي والاقتصادي يتسارع في ظل فوضى أمنية انتهت بسيطرة داعش على أكثر من ثلث مساحة العراق ضمن مسرحية كان الملكي أحد أطرافها كما اتهمته بذلك لجان تحقيق برلمانية ولجان حقوقية العودة الرسمية لحكم حزب الدعوة أسقطت جميع ذرائع الصمت الدولي وتردد بعض الأطراف المحلية في الإعلان صراحة عن استحالة إنقاذ العراق من واقعه المزري بدون التغيير الشامل والتام للعمليات السياسية